اشتركوا في القناة وتوقيعها بالالتزام بهذه البنود إلا أننا نراها تعمل على نقيض ذلك ما هو تفسير ذلك من وجهة نظركم السلام عليكم طبعا أشكركم عتاحة الفرصة في الحديث عن قطر والأزمة التي خلقتها في المنطقة خاصة منطقة الشرق الأوسط ولكل فيما يتعلق بالوسائق في بداية تعهدت قطر فعلا في 2013 و14 بوقف دعم جماعة الإخوان وأغلب الجماعات الإرهابية وكل ما يناقض استقرار مجلس التعاون الخليجي وأيضا منطقة الشرق الأوسط لكن للأسف قطر تناقض نفسها دائما وبالتالي هي نقضة العهود ويعني المؤسف جدا أن أمير قطر هو من وقع يعني أعلى السلطة في قطر هو من وقع على هذه البنود وتعهد وتعهدت الحكومة القطرية بذلك ولكن لم نرى أي شيء من ذلك بل رأينا نقض الاتفاقيات الموجودة بين حكام دول الخليج وهي وقعت عليها قطر مؤسف جدا حقيقة بل نلاحظ في الفترة الأخيرة قطر صعدت من لهجة الهجوم على السعودية وعلى البحرين وعلى دولة الإمارات وعلى جمهورية مصر العربية لكن الواقع يعني دول الخليج صبرت على قطر أكثر من 21 سنة يعني الصبر في الحقيقة طويل جدا حفاظا من قادة في دول الخليج على استقرار منطقة الخليج وعلى استقرار كيان مجلس التعاون الخليجي يعني قطر دعمت الإرهابيين في البحرين قطر مولت الإرهابيين في البحرين سواء كان جمعية الوفاق أو الجمعيات الأخرى الإرهابية التي زعزعت أمن واستقرار البحرين قطر دعمت جبهة النصرة وأغلب الجمعيات المنظمات الإرهابية والميليشيات الإرهابية في المنطقة أيضا قطر دعمت الإرهابيين في ليبيا قطر دعمت الحوثيين في اليمن قطر أعطت معلومات للإرهابيين في بعض دول كالبحرين وكسوريا وكليبيا والحوثيين أيضا ومولتهم وعملت في الحقيقة في النقيض يعني في عكس استقرار دول خليجي يعني الكل ينظر إلى قطر هل هي تريد أن تصبح قطر العظمى في المنطقة قطر تريد أن تسيطر على المنطقة بفكر هذا 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 يعني لا يعقل أن تقوم قطر وهي دولة يفترض أن تكون دولة شقيقة في المنطقة وفي المقابل هي تقوم بالنقيض بالعمل على زعزعة استقرار منطقة الخليج نعم دكتور سلطان طبعا من الأمور التي ذكرتها البند المتعلق بوقف دعم قطر لتنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي على الرغم من توقيع قطر على هذا البند إلا أنها ترفض صراحة الالتزام بما تعاهدت به يعني من وجهة نظرك ما الذي يمنع الدوحة من الالتزام بموقعات عليه في هذا البند بالتحديد قطر لأنها متورطة ورطة كبيرة جدا مع الإرهابيين قطر مولت الإرهابيين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين قطر أوت الإرهابيين والمنظمات الإرهابية هناك دول الخليج صنفت الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دول الخليج ومصر أيضا صنفت بعض الأشخاص من الأشخاص الإرهابيين وفعلا هم أشخاص مطلوب القبض عليهم أوتهم قطر مولتهم قطر نسقت قطر بينهم وبين الجماعات الموجودة أيضا في تركيا وهناك تنسيق مباشر بين حكومة قطر والحكومة التركية وأيضا مع إيران يعني المؤسف جدا أن قطر لم تلتزم بأي بند من البنود وحتى يعني ليس المثير للغرابة ولكن المثير للشمئزاز بأن تقوم قطر باستيعاب عدد كبير جدا من الجنود الأتراك من الحرص الثوري وهذا أيضا يشكل خطر على استقرار دول الخليج وهو أحد الأسس التي قامت عليها دول الخليج في مجلس التعامل والاتفاقياتي بأن لا يكون هناك أي إضرار أو أي زعزع لاستقرار دول الخليج أما أن تقول قطر أن الحديث عن الأخوان المسلمين يعتبر تدخل في سيادته هذا غير منطقي وهذا مخالف لاتفاقيات الموجودة ومخالف أيضا للاتفاقيات والمواثيات التي وقعتها قطر وخاصة اتفاقي الرياض 2013 وال2014 الذي أكدت قطر بالاتزام ووقع عليه أمير قطر ولكن لم نرى أي شيء بل خالف نعم تقريبا التزمت بأن أوقفت مصر مباشر ولكن فعدت من لهجتها في الهجوم سواء على مصر على الإمارات على السعودية وأيضا دعمت المعارضين والإرهابيين الموجودين سواء كانوا في لندن أو في توكيا أو في أي جهات أخرى وفعدت اللهجة ضد دول الخليج للآن غير مفهوم ماذا تريد قطر أن تصل ما نرى من قطر هو زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج خاصة البحرين السعودية الإمارات ومصر أيضا نعم من أبوظبي عضو مجلس الوطني الإماراتي الدكتور سلطان المؤذن شكرا جزيلا لك